ترجع تاني ونقول ان البستجي عمل الضجة دي كلها اولا لازم اقول علاقتك بالاستاذ شكري سرحان هل كنت تشوفيه في الفيلم في التصوير الاستاذ شكري كان ملتزم اوي اوي جاد جدا لو لقى نصيحة او لقى اي حاجة لازم يقولها كان دايما الله يرحمه يعني يديكي نصايح في الحياة يعني انا فكرة جملة الهالي كان هو عنده اولاد طبعا قال لي ادي لولادك عشان يردوكي لما تكبري ما تخليش الفن تهمليهم يعني كان دايما لو لا اي مثلا تهريك بشكل مش لطيف يعني اي حد ينتقد ويوجههم اه يعني ما كانش بيحب الحل المايل زي ما بيقول الحل المايل اه يعني شخصية منضبطة جدا اه شخصية انما حلوة اوي الجملة اللي هو قالها اي 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 لولادك عشان يبدوكي لما تكبري وطبيعي الولاد لازم يدوه اكيد طبعا لكن برضو لما بتديهم اه وهم يعني صغيرين صغيرين حيقدروا ده اه اكيد اه نرجع للتلفزيون وخمسية الأساز نور الدمرداش العظيمة ايه اللي قلبت الدنيا كانت الشوارع بيقولوا بتفضى وقتها علشان خاطر هذا المسلسل بيتزع حسيتي باي بقى لما المسلسل ده شهرك ابتديتي بقى تباي زيزي مصطفى المشهور اه تفيدة اه اه ما كانش فيه مسلسلات زي دلوقتي كتير اوي كده اه هو ده كله اسبوع معرفش كله اسبوع اه حلقة فبرضو ده كان زي الفاكهة يعني اه وكان ايام اعتقد ثلاث قنوات بس في التلفزيون اه اه هل ده بقى اللي نقدر نقول سبت رجليكي واقدامك فنانة وممثلة قوية تقدر تخش في اي حاجة هو اداني اداني سقة اي يعني اداني سقة وخدتها من الشغل ومن اللي حوالي اه يعني برضو كنت بتفرج عليهم ووقفة فسطهم مغدودة اه كان فنان سلاحب سعداني معاكي ايضا بيعمل دور اخرس اخرس وبنحب بعض ايه بقى اهم حاجة تميزه او في الفترة دي ايه الذكريات اللي كانت بتبقى في كواليس العمل يعني لا هو كنا صحاب لان بنحض طول النهار اه بنعمل بروفة وديكوردة لديكوردة اه وبعدين بنصور اه نهزر ونقف قدام الكورنيش ما كانش فيه بعد دلوقتي ناخد العربية ونجري